السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصدقاء قناة معلومة طبية. اهلا والسلام بحرقكم. هكلمكم نارض عن معلومة طبية. هتفيدك وهتفيد كل الناس المصابة بالام في الفقرات والام العزام. هكلمكم عن التهاب الاعصام والتهاب. عرق النساء خصوصا للناس اللي بتشتكي من الم في اسفل الضهر وفي اسفل احد الصقيق. انا اعرف الناس اعرف ازاي اللي انا عندي عرق النساء. اه طريقة بسيرة كده وسهلة طبعا انت تحس الوجع من ظهرك الى اسفل الخدمين. هتيجي بقى تقعد مسلا على سريد كده. وترفع احد رجليك وتنزله. هترفحها وتنزله. لو حسيت ان الالم بيزيد يبقى كده انت عندك عرق النساء. اه من غير اي اشعة او اي حاجة. عايز تعمل اشعة وتتأكد اعمل ما فيش مشكلة. طيب احنا بقى هنعمل ايه او اسباب المرض ده ايه طبعا نتيجة طبعا اه يعني التعبات في الفقرات. النزلات غضروفي. اه الفقرات اتأكلت فدخلت على العصب. اه ده بيجي مع تقدم العمر طبعا او نتيجة عمليات او حوادث لقدر الله. طيب احنا بقى نتغلب على المرض ده ازاي او العلاج الموجود في الصدريات ازاي. ايه هو? فيه حاجات طبعا لازم ان نخدها اللي هو فيتامين بيه 12 اه عن طريق الحقان. اه اقوى حقان موجودة في الصدريات هي اه او مش اقوى بقى. احنا لازم ان انا هرشخ لكم حاجة وانتو اي حاجة بديلة او مسيلة لها ممكن تستخدموها او تجيبوها انتو مفيش مشكلة عادي يعني. هنتكلم على اه البيتو الفيكس حقان اللي هي الجهزة دلوقتي دي. هي البيتو الفيكس حقان. من اقوى حقان فيتامين بيه اللي هي بتريح التهاب اه عرق النسا. هتاخدها كل اسبوع دي حقانة جيدة جدا. وهفيدك ان شاء الله. هستخدمها طبعا بيتامين 12 ده. حاجة كويسة جدا للتهاب العصاب هتريح جامد جدا جدا. اه العراض بتاعة اه التهاب عرق النسا. اه في حقان طلعة جديدة طبعا لازم برضو نقول عليها. اه فيها طبعا كل بيتامين بيه مركب. بس انا بفضل البتول فيكس مفيش مشكلة. اللي هي عرق النسا اه بالذات عشان خاطر انا هاخد حقانة كل اسبوع. مش هفضل كل شوية اخد حقان. لو هتاخد او مثلا او بايوفيت او نيروتون او نيروفيت دي بناخدها كل تلات ايام. دي هتسبب راحة كويسة جدا جدا. طيب انا دلوقتي الالم شديد ولسه في البداية فعايز حاجة مسكنة عشان استريح طيب شوية. وبالما الحقان تأول عصب شوية. اه فيه الفلوتاج كابسول دوت اه انا يعني باخده عند لزوم بس. انا مش عايز اخد مسكنات. انا باعتمد في العلاج بتاعنا على العلاج. مش عايز مسكنات. انا اخد بس الفلوتاج ده كابسولة. اه كل يوم بعد الفطار وبعد العشا عند اللزوم. بس فقط لغير لما يكون الالم شديد في البداية. وممكن اخد اه كابسول اللي هو التلتمية ده حباية قبل النوم. ولو الوزن قليل شوية ممكن اخد منه تركيز المية قبل النوم. اه انا كده اديتك العلاج الموجود في الصيدلات الهير النساء. انا عايز اعمل حاجة تانية. انا مش مسلا مش عايز علاج. اه انا ممكن اعمل علاج طبيعي. اعمل كمدات مية ده في على اه اسفل الظهر. يعني في علاجات كتيرة موجودة في اه يعني اه ممكن ابعد عن المسببات لهذا المرض. زي الناس اللي بتقعد على في المكاتب على كرسي مسلا فترة طبيلة. اه الناس اللي بتنرس رياضة. اه الناس اللي بتعمل رفع اوزان تقيلة قوي ده كله غلط على عرق النساء وعلى العمود الفقري. فاحنا نحاول نقلل الحاجات ديت والعادات ديت عشان خاطر نتغلب على اعراض عرق النساء. طبعا الحالات اللي ما يقوس منها دي بيقدر له فيه جراحة. تدخل جراحي. عشان خاطر اه نعمل اه نريح عرق النساء. فده طبعا كله وسائل العلاج كتيرة احنا بنقولها وبنعرضها على القناة وبنقول لك على حسب المرض انت توجه للدكتور اه العزام او دكتور الجراحة. لو الالم او العلاج ما بيجيبش نتيجة او العلاج الطبيعي ما بيجيبش نتيجة. او التمارين الرادية ما بيجيبش نتيجة. طبعا لو جالك عرق النساء اه اوعى تاخد راحة الراحة وحشة عرق النساء. اي نعم هتستريح بس بس فترة مؤقتة لكن الرياضة حلوة والمشي حلو عرق النساء. اه دي حاجات معلومات احنا بنعرضها للقناة عشان الناس تستفيد. اه انت لو استفدت معنا في الفيديو اه ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير للفيديو عشان خاطر الناس كلها تستفيد. عايزين اشتراك في القناة. عايزين القناة توصل لاكبر عدد ممكن في مصر وبرا مصر. وفي كل مكان في العالم. معاكم دكتور حسام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.